موسيقى رجعنا لكم في حلقات الجمال جمالك مع سارة فأول الحلقة أرحب كل متابعين قناة الصحة وجمال وبرنامج جمالك مع سارة لأن إحنا البرنامج ده هدفنا أن إحنا نهتم بجمالك جمال بيتك، أسرتك، طفلك، شعرك، بشرتك كل تفصيلة صغيرة أنت بتهتم بيها هو ده أور أبجيكتف هو ده اللي إحنا عاملينه البرنامج إحنا كمان هنهتم بكل تفصيلة صغيرة من تفاصيلك وتفاصيل حياتك وبيتك وكل تفصيلة أنت بتحبيها شعرك بشرتك كل المشاكل اللي بتواجهها في جمالك النهاردة حاب أتكلم عن مشكلة بنات كتير بعتولي على الصفحة واليوتيوب دكتورة سارة المهدي إحنا عندنا مشاكل في دخول فصل الصيف عندنا جفاف شديد جداً وعندنا هيشان كتير جداً طبعاً إنتوا عارفين فصل الشتة راح كل سنة وإنتوا طيبين ودخلنا في فصل الصيف اختلاف الفصول ده بيسبب جفاف وهيشان وللأسف كمان بيسبب خشونة للشعر طب لو أنا مهتمتش بشعري في فصل الشتة أكيد هخش الصيف بكمية من الجفاف ما أقدرش أعالجها في فصل الصيف يبقى إحنا عايزين نعمل إيه؟ حكتين تعالجي المشكلة اللي موجودة وكمان تحمي من أي ظهور أي مشكلة تانية النهاردة عايز أقول لكم عن مواد فعالة حلوة قوي أثبتت فعالياتها أنك من أول مرة استخدامها تحسي الفرق إيه ده مش غريبة أن إحنا أول مرة استخدم منتج للشعر ويشوف نتيجة من أول مرة لا مش غريبة بالعكس المنتجات اللي بتعتمد دايما على المواد الفعالة المستوردة بتعتمد على حاجة اسمها Synergism Effect يعني يا دكتور Synergism Effect يعني بحط كل المواد الفعالة المهمة للشعر مش هحط كرة بس مش هحط زبدة شية بس مش هحط ألوفيرا بس مش هحط فيتامين A وC وE بس ده أنا هحط بكل العناصر دي بس لا وهحط أحمد دهنية مهمة لبناء الشعر وهحط أحمد أمينية مهمة لتكوين كرة وكلجين الشعر وهحط بورتينات مهمة لصلابة وقوة وكسفة الشعر بس لا وهحط كمان معادن في مولتي فيتامينز هاخدها أورل يعني هي أورل يعني هاخدها في صورة حبايا أو صورة أرس فأنا ببتدي أغزي شعري من البصيلة لغاية الأطراف زي ما بيقولوا أن أنا بغزي شعري أو النبات من أول الجزور حتى الورق برضو النهار ده هو اعتماد علاجي على المواد الفعالة أو كوليكشن الجميل اللي قلته فيتامين A وC وE مضادات الأجسادة كمان كرة وبنات كتير عارفة أهمية الكرة وعارفة أن الكرة مهمة جدا للشعر عارفين أن مكونات الشعر 80% منها كرة وكمان هحط أحمد أمينية زي السستين والليستين والمثيونين والأرجينين هحط كمان زبدة شيع هحط كمان صبار وألوفيرا وصفات المطبخ اللي بنقعد نعملها واجيب الزبدة وحط معلقة بيض عشان البوريسين اللي فيه وحط معلقة زيت زاتون وزيت جرجير وزيت خاروع كل ده موجود في منتج واحد المنتج هتكلم عنه النهاردة هو جروهير جروهير هو لين كامل حصل على ترخيص وزارة الصحة مش بس كمان أنه حصل على ترخيص وزارة الصحة أنه هو منتج مصري لا ده كمان حصل على أن المواد الفعالة بتاعته مستوردة يعني مستوردة من الخارج طب إحنا بنستورد كل المواد الفعالة أنه أنتوا دايما ما بتيجي تستعملوا المنتج المستورد تقولوا ده جايب فعالية حلوة جبنا لكم المواد الفعالة المستوردة وحطناها في منتج مصري وشعرك وبدل ما انا بحارب المشكلة بتاعت شعري من اتجاه واحد انا بحاربها من كل الاتجاهات مش هستعمل مادة فعالة واحدة انا هستعمل مجموعة من المواد الفعالة مش هعالج مشكلة واحدة انا هعالج كل مشاكل شعري لو بتعاني من جفاف الشعر خشونت الشعر تساقط الشعر هيشان الشعر او لو انت حابة تمشي على هيركير روتين ثابت صحي مهم لشعرك يكون مغزل شعرك يكون حصل على ترخيص وزارة الصحة ما احنا مش اي منتجات نسمع عنها او نشوفها او فلانا قالتلي صاحبتي قالتلي شفت اعلان تجربيها لازم تكوني وثقة في المنتج الاول لازم تشوفي على عبوة المنتج رقم تسجيل وزارة الصحة لازم تشوفي انه مسجل في وزارة الصحة المصرية لان ده بيأكدلك ان المنتج امن على شعرك وامن على بشتك لاني انت بتحطيه برضو على فروة شعرك لازم يكون امن 100% لازم يكون خالي من المواد الضارة زي السوديوم كولورايد والسوديوم سيلفيد المادتين دول ضرين جدا جدا ومواد كيميائية بتضر الشعر بتسبب الخشونة وبتسبب هيشان الشعر وجفاف الشعر هتستعمل الشامبو مرة او مرتين في الاسبوع البنات اللي بتكلمني بتقولي يا دكتور انا شعري دهني فبضطر اني اخسل شعري كل يوم دي اكبر غلط شائع بين البنات او الولاد او ايا كان من اللي بيستعمل المنتجات او يجي يقولي انا نوع شعري يا دكتور دهني اوي ده انا بحس ان انا شعري مش نظيف انا بحس ان هو بيكون روايح انا بحس انه بيكون دهون ده عشان انت بتستعمل المنتج غلط مش معنى كده ان انت تخسل شعرك كل يوم او انت تخسلي شعرك كل يوم لا الطريقة المزبوطة الصحيحة انك تخسلي شعرك مرة او مرتين في الاسبوع ايا كان نوع شعرك طب يا دكتور دلوقتي انا لو حصل مشكلة ولقيت اني فيه دهون كتير على شعري او حسن شعري هايش او حسن شعري مجعد او عندي مناسبة وعايز اخسله مرتين تلاتة في الاسبوع هنعمل ايه مية بس او تحطي الشامبو على طبق فيه مية يعني ما تخليش الشامبو دايركت على شعرك لان انت غسلتي كتير اوش الاسبوع ده ولازم تبتدي تحطي عليه لوشن لازم تحطي عليه سيروم لازم تستعملي كوندشنر بلسم كل شوية ترطبي شعرك عشان انت عرضتها الجفاف طب ليه يا دكتور غسيل الشعر الكتير في الاسبوع ده غلط تلاتة اسباب اول حاجة المية للأسف اللي احنا بناخد بيها الشعور او بنغسل بيها شعرنا هي مليانة كلورايد او مليانة املاح والكلور احنا عارفين الكلور مليانة كلور الكلور ده اثبت انه لما بيلزق على الشعراية او بيبقى على الشعراية بيعمل حاجة اسمها ضغط اسموزي فبيمسك كل الرطوبة اللي جوه الشعراية وبطلح برا الشعراية فانا اذا كنت شعري مرتب انا كده بعمله جفاف مش بعلجه طب ايه تاني يا دكتور ليه المية غلط لان المية بتطقل الشعر ولما تيجي تسرحي شعرك وهو مبلول هتعملي ايه هتضعفي بصيدة الشعر انها تمسك كويس في الشعراية فبالتالي هتقع ايه مشكلة المية برضو يا دكتور ان والد يكون فيها معادن تانية كتير تضر شعرك المية الكتير بتعمل ايه مع الشامبو انا بذيل كل الدهون الطبيعية اللي ربنا خلقنا بنفرزها من سطح الجلد هو معنى ان الدهون اللي بتخرج برا سطح جلدنا او بتخرج برا فروة الشعر دي مضرة بالعكس هي بتعمل بالانس لسطح الجلد بتعمل بالانس للرطوبة لسطح الجلد فانا ماينفعش كل شوية ازيل الدهون دي انا كده بدي اشارة للمخ ان انا على فكرة بجد في كل شوية فانت افرزلي كمية اكبر من الدهون فبدل ما انا بعالج المشكلة انا بفاقم المشكلة وبخليها مشكلة اكبر طب يا سلام بقى لو استعملتي شامبو جروهير طبش معنى ليه شامبو جروهير لان انت هتخسلي شعرك بالمية لأ وبشامبو في كرة وكمان هيشيل الدهون او الاتربة او الحاجات اللي بنقولها عليها التربس فوق الشعراية وهنضف الشعر وفي نفس الوقت في مواد فعالة هي الصبار وزبتة الشية والكرة اللي بيطروا ويرطبوا الشعر يبقى انت كده لغيتي خطوة انك انت تجفي شعرك انك تعمليلي تعمليلي وانت جفاف للأسف احنا اللي بنعمل الجفاف لشعرنا احنا اللي بنعمل خشونة لشعرنا احنا اللي بنعمل شعرنا وبنوصل لدرجة ومشكلة كبيرة متفاقمة طيب دلوقتي يا دكتورة سارة احنا غسلنا شعرنا مرة ومرتين في الأسبوع زي ما حضرتك قلتي بشامبو جروهير الحاصل على ترخيص وزارة الصحة اللي مكون من مجموعة من المالتي فيتاميز ومكون من الكيراتين والأحماض الأمانية والدهنية والمجموعة الجميلة اللي انت قلتيها تاني خطوة عملها ايه في العناية اليومية لشعري تحطي اللوشن اللوشن انا مبسوطة جدا انا استعملت المنتج بنفسي واستعملته على شعري وطبعا انا مشيت على المنتجات اكتر من 3 ل 6 شهور عشان اعرف النتيجة هل هي مرضية بالنسبة لي ولا لا اللوشن حلوة قوي وخفيفة على الشعر يعني البنات اللي بتقول لي يا دكتورة احنا على طول بنبقى ربطين شعرنا ولفينه بالحجاب فاحنا مش عايزين منتج يلزق الشعر في بعضه مش عايزين منتج يعمل او يقطر الدهون الموجودة على فروة شعري هو الحل الامسة الجروهير لوشن خفيف جدا مجرد انت بتحطيه على فروة شعرك وعلى شعرك بيمتص وده الحاجة الوحيدة في السوق المصري اللي بتتحط على فروة الشعر حاجات كتير يقولك او استعمليه بس على الاطراف مش هينفع ان احنا نحطه على فروة الشعر عشان ما يعملش انسداد في مسامات الشعر او في الفورس بتاعة فروة الشعر فكده هنعمل تساقط للشعر لا انت حطيه وانت مرتاحة جدا وضمن ان كل المواد الفعالة الموجودة في جروهير لوشن هتمتص من فروة شعرك فانت بتغذي بوصيلات شعرك وكمان هتمتص من مسامية شعرك الهير شافت فبالتالي انت كمان بتغذي الشعراية بتديها قوة وصلابة وكمان بتقللي من الجفاف دكتور احنا عايزين نعرف ايه سبب الهياشان الخشونة عارفين هي والجفاف ان انت قلتنا مادة كولوريدي السوديوم ومادة الصلفات اللي موجودة فيه اكتر من 80% للأسف من الشامبوغات اللي موجودة في السوق المصر الغير حصلة على ترخيز وصالة الصحة هي اللي بتسبب الجفاف والخشونة طب يا دكتور عايزين نعرف الهياشان ناتجة ايه بساطة شديدة جدا اطراف الشعر بتكون شحنات متعدلة يعني ايه شحنات متعدلة يعني الشعراية يا اما بيبع عليها شحنات كلها مجابة فبيعملوا ايه بيبعيدوا عن بعض بيعملوا تنافر فهو ده اللي بيعمل هايشان شعري بقى هايشان بقى طالع كله هايش طب احنا عايزين نعادل الشحنة دي يعني ايه يعني لو عندي شحنة مجابة حطلها سالبة فيحبوا بعض فالشعر يقرب من بعضه فعالكت الهايشان مجابة وسالبة مجابة وسالبة الخاصية دي الوحيدة موجودة في منتجات جروغ هير سواء الشامبو او اللوشن او حتى السيروم او الكنديشنر او الامبولات للناس اللي بتعاني من تسقط الشعر يبقى انا كمان بعالجي الهايشان بطريقة علمية طب من خلال ايه دكتورة في المواد الفعالة اللي موجودة في جروه هير لوشن موجود المالتي فيتامينز اللي فيه اي و سي و اي فيه الالنتاين فيه الالوفيرا فيه البنسينول فيه الشياباتر فيه الكوكا باتر الكوكا باتر اللي هي زبطة الكاكاو حلو جدا برضو فيه نسب معينة لترطيب الشعر يبقى نرجع تاني الهير كير روتين عملنا ايه غسلنا شعرين مرة او مرتين بالشامبو في الاسبوع تاني مرة ان احنا بنعمل ايه كل يوم بنصرح شعرين اذا كان جاف او في المرة اللي انا غسلت بيها شعري بحط اللوشن حط على فروة شعري عادي او حط على شعري لشان احافظ على شعري اذا كان انا حابة ان انا اكمل على هير كير روتين طب يا دكتور لو انا عندي مشكلة في التساقط عندي مشكلة في فراغات الشعر للأسف بنات كتير ولاد كتير البنات المحجبات والغير محجبات المشكلة دي بتطارد نسبة كبيرة من الشباب من اول سن الستاشر سنة حتى سن الخمسة وعشرين سنة ويمكن كمان التلاتين سنة مشكلتنا تساقط الشعر الغزير اللي بيسبب عنه بعدها فراغات الشعر الصلع الوراثي ونبتدي يبقى فيه عدم رضة لشكلنا او لشكل شعرنا فالبنت يبتلجأ لان هي فيه اكتئاب فتقص شعرها جامد فطبعا بيزيد تدهور لان العادة الخطأ اللي احنا موروصة عن اجدادنا ان احنا اول ما بيحسن مشكلة في شعرنا لا اهاته واحد او صفر بالنسبة للبنوتة لا قصيه عشان نخلص من كل المشاكل اللي موجودة في الشعر انت ما عليكتش المشكلة انا المشكلة عندي في بصيلة الشعر اللي هي تحت سطح الجلد مش بتطلع غزة مظبوط وانا كمان مهملة بازبغ شعر كتير ما بستعملش منتجات كويسة فيها مواد فعالة كويسة زي جروهير وحطها على شعري بعد ازبغ واعمل بروتين وحنة فرد واعمل كل حاجة تسمعي عنها يا دكتور طب لما تقص شعرك ازاي كذا انت عليكتين للاسف انت ضررتي اكتر عندك نبات متساقط بدل من انت بتدي للطربة ليه مية وضوء والشمس وتعملي تهيئي اتموسفير حلوة ان الشجر دي تطلع كويسة لا دا انا اسقصت كل اوراقها فانا موتها اكتر ما هي ميتة واضعفتها اكتر ما هي ضعيفة يبقى انا دلوقتي عشان اعالج مشكلة تساقط الشعر وفراغات الشعر والسلع الوراثي عندي حاجتين لا غنى عن وحدة فيهم نيجي يقول لي يا دكتور انا ممكن ينفع ايخد المالتي فيتامين بس او استعمل الامبولات بس غلط ما ينفعش واي حد ما احترامي لأي حد يقولك ان انا الشامبو دا اخده هيعالج تساقط شعرك لا هو هيساعد في اني احافظ اني ما اعملش تساقط او ان انا اقلل نسبة التساقط ولكن انا لسه عندي سبب موجود في دمي هو نقص التغذية نقص الفيتامينات نقص البروتينات نقص الكرة نقص المعادن نقص الاحماض الامينية والاحماض الدهنية كل دا نقص في دمي يبقى لازم اكمله ببيوتين لازم اكمله ببيتامين اي و سي و اي لازم اكمله بحديد والزنك مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية ما بقدرش للأسف ايا كان حد مركز في النيوتريشن بتاعه او الدايت بتاعه كل يوم انه يبقى الوجبة مليئة بالفيتامينات والمعادن للأسف ما بنقدرش نعمل ساتوريت دميل او نعمل وجبة مشبعة بكل الكميات من الفيتاميز زي المصرح بها من اف دي فانا باضطر ااخدها في سابلمنت في مكمل غذائي هو مين هو جروهير مالتي فيتامين جاميز تاخدي واحدة او اتنين في اليوم مش اكتر من واحدة او اتنين لان الجاميز طعمه مصكر عامل زي البنبوني فما بننساش انه هو دوا ونبتدي ناخد او ننتج كتير وانا طلعت في حلقات كتيرة قبل كده هتلاقوها على قناة الصحة والجمال على اليوتيوب كنت بتكلم عن الجامز وقلتلكوا كمان تاخدوها الكمية او الجرعة المسموح بيها هو من اتنين لتلاتة جامز في اليوم طب يا دكتور احنا كده ادينا دمنا بالعناصر الغذائية اللي انت بتدوري عليها طب تاني خطوة ايه يا دكتور تاني خطوة ان انا ابتدي ادي حاجات توبيكل خارجية بتعالج المشكلة دايريكت اه ده ممنتشف كل جسمي وعالجي كل المشكلة وفيه فيتامينز وفيه معادل بس انا عايزة بقى اروح لبصيلة الشعر واقول لها خذي المالتي فيتامينز Z دي مخصصة ليكي وانا مدي هالك مرتين في اليوم عشان تمتصيها دايريكت عشان تبتدي ان انت يبتي بيقى مؤهلة انك تطلعي شعره سليمة صحية طويلة ما فيهاش اي مشاكل دا من خلال ايه من خلال الفايل امبولات جروهير امبولات جروهير حصلة على ترخيص وزارة الصحة وانا بكرر كلمة ترخيص وزارة الصحة هي مش معلومة انك تسمحها وخلاص لازم تتأكد ان موجودة على العبوة رقم ترخيص وزارة الصحة لازم تتأكد من يوم في المية ان رقم ترخيص وزارة الصحة موجود اول ما تشوف انت كده استريحت طب تاني حاجة بقى الامبولات اللي موجودة مصنعة خصيصا اني مفيش نقطة من المنتج تتهدر منك او ما تستفديش انتي وبصيلة شعرك وشعرك بيها ازاي يا دكتور بالتكنيك العظيم ده ايدي الفايل اللي موجودة هم عبارة عن الجروهير امبولات هم 5 فايل كل فايل جوه 10 ملي تمام يعني يا دكتور العشرة ملي دول بيكافونا مدة قد ايه من اسبوع لعشر تيام على حسب استخدامك لو انتي بتحط مرتين بس في اليوم وملتزمة يبقى اسبوع وعشر تيام من 6 مرة يبقى يطول اكتر ما ينفعش انك تنسي طب لو انا حابة يا دكتور اضاعي في النتيجة واحط الامبولات على فروة شعري 3 مرات فيش مشكلة هتوصلي يعني هتوصلي للنتائج الاسرع او افضل النتائج في اسرع وقت طب يا دكتور البلاستيك اللي موجودة واحدة منها بس دي اهميتها ايه اهميتها هي الابليكاتور هي اللي انا بعرف احط بيها المنتج على فروة شعري انتي بتشيل البلاستيك كاب دي خلاص دي بتشيلها وبترميها وبتحطي الوايت بلاستيك ابليكاتور دي اللي هي اللي بتقال عليها طريقة ان انتي بتضيف المنتج او اسمها بتحطي المنتج على شعرك بصوا بقى والوايت كاب دي بتشيلوها وبقى اتعاملة زي القطارة انا هجربها لكم على قدية بس انتم مفوتوا جربوا على فروة شعركم انت شايفين انا قلبتاها من غير ما اضغط عليها مفيش نقطة نازلة من المنتج اول معمي small pressure دقتة خفيفة بصوا نقطة دقتة كمان نقطة يعني انتي كل نقطة من المنتج تي بتحطيها على فروة شعرك وضمنا 100% ان كل نقطة في المنتج في كل الفيلز في العبوة دي بصيلة شعرك امتصتها بصيلة شعرك اتغذب بيها شعرك كمان اتغذى بيها طب وانا بتقولنا يا دكتورة النقطة الحلوة الجميلة دي هي عبارة عن ايه او المواد الفعالة اللي فيها ايه هي عبارة عن multivitamin A وC وE مضادات الاكسادة عبارة عن كولوجين وكراتين وبروتينات الشعر البنات اللي بقى بتدور على البروتينات اصلاها مهمة للشعر كمان خلينا معانا اتصال لبرنامج محمد منين يا محمد السلام عليكم عليكم السلام اهلا وسهلا يا محمد نورت برنامج جمالك مع سارة شكرا لك ربنا خليك انا بس عايز قولا بلكده ان انا كنت خاص منتج روحي تمام استخدمته لمدة شهر بشهر ومدة كده تمام حدث ايه من المنتج يعني استخدمت ايه بالضبط مجموعة مجموعة قلت الشخص بياخد المؤقت اللي هي تتحصت على طروة الرابع فان كان عندي تساقط بالشعر كلها وطبعا انا اصلا عندي في العيلة تساقط شعر وراس تمام بعضا من الاهل كده شوية كل حد شعره بيقع لما بيوصل للثلاثين كده فقلت قبل موصل للثلاثين تمام اه ااخده غير يعني الحمد لله الشعر بقى كويس بس مع الوقت لقيت فيه قشرة لقيت فيه قشرة لقيت فيه قشرة في شعري فمش عارف بقى هل مثلا فيه حاجات المنتج مثلا لو استخدمتها اكتر او فيه حاجة ممكن اخدها مثلا انت عالج مشكلة القشرة اللي عندي ولا لا سؤال حلو قوي يا محمد وهجاوب لك حالا محمد عنده مشكلة بنات كتير سألتنا عنها وهي قشرة الشعر هو استعمل اللاين او المجموعة بتاعت جروهير حلو جدا انه بيحافظ على شعر وبيغز شعره بس حصل مشكلة اللي هي دي اكيد انا متأكدة من يوم في المية انها تغيير الفصول هو ما بين موسم الشتاء والصيف طلعت القشرة الموسمية طب دلوقتي عندي اشرة دكتورة عالجها ازاي؟ جايب لكم الحال هو شامبو فاجدين شامبو فاجدين وانتو هتستغربوا شكل العبوة هي ليه لونها عامل زي الدواء كده شوية ليه دكتور مش شكله كده حلو ومبهج زي جروهير ليه لونه كده تحسي يا دكتور دواء كحة وفعلا لان ده شامبو مش مدرج تحت مستحضرات التجميل لا ده مدرج تحت الادوية لان المادة الفعالة اللي فيه مش هقول لكم بقى natural ingredients لا هي مواد مضادة للبكتيريا مادة اسمها بوفيدون ايودين لو اي حد كيميائي قاعد بيتفرج على البرنامج عارف اهمية البوفيدون ايودين كانتيسبتك يعني مضادة للبكتيريا تفايليات كل العدوى اللي بتحصل فيه فروة الشعر القشرة بتبقى نتيجة بكتيريا موجودة على سطح الجلد ابتدت ان انا اغير الجلد ابتدت انها تطلع القشرة فانا لازم اقتل البكتيريا شامبو وفاجيدين هو علاج العدوى البكتيرية علاج اي مشاكل تخص فروة الشعر علاج البنات بقى الحلوة اللي بتروح تعمل درما بن وتعمل درما رولر دلوقتي هي ابتدت اني الدكتور حطت لها حقن يعني بيعملوها بدرما بن او بيعملوها بحقن انسولين فانت كده فروة شعرك ابتدى يطلع منها دم فانت فتحتي البورز فتحتي مسامات فروة شعرك فانت لازم 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 الخطوة دي واكيد انا متأكدا ان كل ده كترة الدرماتولوجس وكل ده كترة الجلدية بعد جلسة الدرما بن بتقول لها لازم تستعملي شامبو مضادة للبكتيريا الا وهو الفاجدين وتركيز مادة البوفيدون ايودين وهو المنتج الوحيد في السوق المصري لتركيز المادة المضادة للبكتيريا او المواد ضد للتوفيليات 7.5% يعني نسبة حلوة جدا انك تحس الفرق من اول مرة استخدامه استخدامه لمدة شهر لغاية من القشرة تختفي تماما لو حابة تستعمليه مرة الفاجدين شامبو في الاسبوع ومرة جروهر شامبو تقدر تعملي كوليكشن الحلو لكن ما تقولي ليش الفاجدين مع اي منتجات اخرى مجهورة المصدر او مش حصلة على ترخيص وزارة الصحة فاجدين حصل على ترخيص وزارة الصحة كمستحضر علاجي مدرك تحت الادوية كمطهر زي وزي الكحول زي بنستخدم الانتيبيوتك المراهم اللي هي المضادة للبكتيريا الانتيبيوتك هو زي وزي بس ده شامبو والشامبو ده الحل اللي البنات كتير بتدور عليه يبقى الفاجدين لعلاج القشرة يا محمد لازم تجيب الفاجدين مع مجموعة جروهير انا بشكرك يا محمد على استخدامك لمنتج جروهير وحلوة اول فيدباك اللي قالوا ان المنتجات جابت معنا نتيجة من اول شهر كورس الشعر دايما احنا بنقول انتو مش بتحسوا بالفرق يعني من اول مرة بتحسي باختلاف في شعرك وفي الهيشان وفي الخشونة بتحسي بتحسن كبير جدا لكن ما ينفعش توقفيه مجرد ان انت بقيت ساتيسفايا عملك نتيجة حلوة فانت خلاص رضيتي بالنتيجة وانجاة تتهمني شعرك تاني لا ما ينفعش لازم مش اقل من 3 ل 6 شهور تمشي على القرس العلاجي كله او على مجموعة جروهير المدعمة بالكراتين المدعمة بالاحماض الامينية المدعمة بالاحماض الدهنية زي اوميجا 3 و6 و9 والاحماض الدهنية دي حلوة قوي 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 بصلابت الشعر يعني انت بتبدي فيتامينات لبصيلة شعرك وكمان بتبدي احماض دهنية موجودة في جروهير الفايلز وموجودة في كل اللاين ميزة لاين او مجموعة جروهير هي بتعالج جميع مشاكل الشعر وفي نفس الوقت هي موجود فيها كل المواد الفعالة المهمة للشعر يعني ما بيبقاش فيه مادة فعالة سمعنا عنها ان هي بتجيب نتيجة حلوة او للشعر مش موجودة البيوتين موجود يا دكتور في جروهير او موجود الكرة ان يا دكتور موجود او موجود يا دكتور الكولوجين موجود او موجود طب انا سمعت ان زبتة الشاية حلوة او للشعر موجود طيب ايه و سي و ايه فيتامينات المضادة للأجسادة موجود طب يا دكتور سمعت ان الصبار بيجيب نتيجة حلوة اوة بيطول الشعر وبينعمه كأنه عاملة جلسات بروتين وشعر كده بيبقى ناعم وطويل وكسيف كده وفيه لمعة شعر النجوم موجودة موجودة يعني كل العناصر تسقط الشعر وفرغات الشعر الناس اللي بتعالي من بتعاني من الصلع الوراثي مادة الكفايين اثبتت فعليتها ان هي بتعالي الصلع الوراثي بدون اي اثار جانبية ليه يا دكتور قلتي تحت كده بدون اي اثار جانبية تلت اربع خطوط لان في مواد فعالة كتير موجودة لعلاج الشعر بس اول ما بتوقفها شعرك بيرجع بوقتين في بعض المواد الفعالة يا دكتور اول ما بستخدمها بتعمل حاجة اسمها هايبرتنشن عشان كده يقوله ايه لو حضرتك مريض ضغط ما ينفعش تستخدمه لو حضرتك عندك صداع ما ينفعش تستخدمه لو عندك مشاكل في الرؤية او في العين ما ينفعش تستخدمه لو عندك مشاكل في اي حاجة ما ينفعش تستخدمه يبقى مواد فعالة كيميائية لها اثار جانبية يبقى لبعليك مشكلة وبجيب مشكلة تانية لنفسه طب يا دكتور ايه المواد الفعالة دور عليها تكون حلوة لتسقط فروة الشعر الكافيين الساو بالميدو لانها ببساطة شديدة جدا المادتين دول بيعملوا خاصية حلوة او الفروة الشعر هي يعني ايه دكتور الجملة الحلوة دي يعني تنشيط الدورة الدموية فانا لما بحط المنتج ده على فروة شعري يبقى انا بعمل ايه انا بنشط الدورة الدموية في المكان اللي انا عايزة امدله امداد دمو كتير فيه المالتي فيتامين اللي انا خدتها الصبح القرس اللي انا خدته او الجامز اللي انا خدتها الصبح وعايزة اخلي بصيلة الشعر لازم تكون متغذية لازم تكون حصلة على كل المالتي فيتامينز اللي موجودة هنطلع فاصل وهنرجع لكم مشكلة تانية للشعر ومعانا جروهير مكمل لعلاج مشاكل الشعر وبرنامج جمالك ما تغيروش محطة مستنياك ورجعنا لكم تاني مع مشاكل الشعر مع مشاكل بنات والولاد في تساقط الشعر دكتورة عندنا فراغات شعر دكتورة عندنا صلع وراسي دكتورة عندي الجبهة بقى يقل فيها نمو الشعر البنية المحجبات للأسف اكتر مشكلة بتقابلهم في الشعر دكتور انا بعمل بنداجي بتبقى ضغطة قوي على شعري فانا حسيت ان بمرور الوقت شعري سحب انا الكلمة دي جايبها من حد من المتابعين دكتور شعري سحب لورا حسة ان انا بقيت الجبهة عندي عريضة لان عندي تساقطه في نفس الوقت الهيرستايل اللي انا بعمله وان انا على طول ببقى لابسة البندانا وشدة الحجاب لورا ده اللي مخلي اني شعري بتهمني ايه يعني بشعري انت بتمسكي البصيلة عارفين زي انتو قيم بتخلع نبتة او نبات من الارض من التربة وتفضل شدد فيها وهي قوية بس انت فضلت شدد فيها وقت طويل مش في الاخر بتطلع في ايدك انت في الاخر خلعتها من جدورها خلعتها من بصيرة الشعر طب ايه المشكلة لما نعمل شعرنا لوز شوية يعني ايه بتجي تعمل شعرك بعدها تروحي جاي باب ايدك كده وضغطها لقدام وتلف في الطرح وتلبس البندانا اللي انت عايزاها بس مش تروحي ايه امطاها يعني المصطلح ده اه فعلا بتروحي شدد الحجاب قوي عليه فانت عامل ايه معذبة شعرك بدليل كده انت اول ما بتعودي بالحجاب ست ساعات او بالشدة الاشار بالجمدة دي تبتيجي تقلعي بتحس ان ياه ده انا حس ان انا شعق دماغي يا تنفجل ده انا شعري حس انه بيوجعني اللفظ ده موجود كتير والمصطلح ده موجود كتير مع البنات يا دكتور انا شعري بيوجعني انا حس انه بوصيلاته بتوجعني فروة شعري بحس ان انا عايزة اهرش فيها طب يا دكتور المشاكل دي نتيجة ايه نتيجة الهير توتريل بتاعك الغلط نتيجة الليف ستايل بتاعتك الغلط هل كده معنا ان المحجبات بس هي اللي بتعني من المشكلة دي لا تعالوا بقى كمان الغير محجبات توكي الاسك اللي شد ورا الرستة 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 البنات اللي بتروح تعمل الرستة وتبقى فرحانة انها مش بتصرح شعرها كل يوم فكيه بقى بعد ما بتفكيه بتشوفي ايه فراغات تساقط ليه انت عاملة اين ده انا مسكة شعراية شعراية في فروة شعري وربطاها جامد وشدها لمدة دي ياريتك حتى بتريحيه كل يومين بتفكيها وتعمليها تاني لا ده بيعودوا بالرستة شهر واثنين وثلاثة كمان وكمان بقى الناس بقى اللي بتبقى عايزة رستة طويلة لا يا دكتورة هو انا هسيب شعري كده بس بالرستة لا ده انا لازم ازوده اروح حتى اكستنشن كمان يعني انت مسكة الشعر ومدلدلة فيه مزودة تقيلة حتى تقل على شعرك وشدها وكمان جاي باب الرستة وشدها يا جماعة العادات دي خاطئة والعادات دي غلط جدا فاحنا لازم نوقفها ماينفعش امش عليها طب معنا كده دكتورة حمش نعمل حاجة في شعرينا خلص لا نعمل بس نعمل فيما هو المعقول وفي نفس الوقت انا باعتني بشعري العناية المزبوطة الصح مش بعمل ده ومش باخد مالتي فيتام مش بعمل ده ومش باخصل شعري بشامبو علاجي مش شامبو كوميرشل او تجاري مش بعمل ده ومش بحط أمبولات كل شوية واعمل مساج لفروط شعري مش بعمل ده وانا ما بصرحش شعري بسيروم او ببلسام او بولوشن لازم الهيركي الروتيني اللي انا بقوله النهاردة لازم تمشي عليه مدى حياتك ماينفعش يا دكتورة هو انا همشي لمدة تقد ايه هو انت هتبطل تخسل شعرك بالشامبو هتبطل ناخد شاور لا طب انت هتبطل يتسرحي شعرك ما انت لازم تسرحيه يبقى انت لازم تحطي له منتج يساعدك يرتب لك شعرك بدل ما تقطعيه وتطلع ينصه في المشط يرتب لك شعرك بدل ما هو هايش ويجيب لك اكتئاب وتروح انت الصوت خلاصي لاني دايما البنات بتلجأ لحل الاص لما يكون عندها مشكلة كبيرة في شعرها طب ايه تانية دكتور اللي ممكن المشاكل اللي انت بتقوليها في الهير توتوريال لأسف الممهات بقى نيدي كده عند الماميز تليز يا ماميز مش عشان بنتك لسه صغيرة فطبيعي ان بيطلع لها بيبي هير ده احنا بنقول على نفسنا اول ما بيطلع لنا شعر قصير بنقول طلع لنا بيبي هير فهو بيبي هير بس انت مش عايزة شعر بنتك هايش فتعملي ايه اجيب قساتك صغيرة وقساتك قساتك 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 في كل فروة شعر بنتي طبعا ده غلط انك تغسللها شعرها كتير ده غلط انك تقعد تقطع شعرها ده غلط انك تنزليها بول كتير تنزليها حمام سباحة كتير او بحر كتير من غير ما تحطي طبقة حماية قبل البنيه والكلام ده البنيه ده اساسا مش بيحمي الشعر ده احنا بنلبسه عشان الشعر ما يعشف المي لكن المي بتدخل عادي تحت البنيه لازم تعمل طبقة غلاف يلف شعر بنتك عشان يحميها من الكلور انا لسه اقالي الكلور بيعمل ايه بيعمل جفاف وخشونة في الشعر عن طريق الضغط الازموزي لانه بيسحب الرطوبة اللي موجودة في الشعرها وبيخرجها برا الشعرها يبقى لازم تعمل لها طبقة خارجية حماية وهي نزلة البول واول ما بتطلع لازم تغسل لها شعرها بجرو هير لازم تسرح شعرها بعدها بلوشن والسيروم طب يا دكتورة المنتج اللي هنحطه قبل ما تنزل حمام السباحة السحر الاختراع اللي سألالكو جرو هير لوشن جرو هير لوشن بيعمل طبقة خارجية بيحمي الشعر من اشعة الشمس البينات اللي بتنزل تتعرض لأشعة شمس كتير وبيتسبب جفاف بيحمي من الضغط الاسموز اللي بيسببه الكلور اللي موجود في حمام السباحة بيحمي من الاكسادة اللي موجودة حوالينا في الجو العوادم والمشاكل والتلوس وكل ده بيضر الشعر فانا بعمل طبقة خارجية وفي نفس الوقت ما بتلزقش شعري ما بتعملش طبقة دهنية ما بتلزقهش في فروة شعري بيعمليش اي مشاكل وبيعالج كمان جفافه عشان الشعر يا دكتور كل ده في منتج واحد اوه كل ده في منتج واحد يعني انت تروحي دلوقتي تتوجهي لتسريحة بيتكو تشيري كل المنتجات اللي انت جربتيها دفعت فلوس كتير في منتجات كتير وانا متأكدة من يوم في المية اكاد اجزم انتو مش مستعملين نص العبوات اللي موجودة على التسريح جبتوها بفلوس قدي يا ده احنا صرفنا صرف يا دكتور طب انا هستبدل ده كله بايه بمجموعة جروهير من العناية المتكملة بالشعر اذا كنت بتعاني من جفاف شعر او خشونة شعر او هيشان شعر او تساقط شعر او فراغات الشعر او كمان عندك صلع وراسي او عندك صلع وراسي او بداية صلع وراسي وعايز تمنعه الدكتور استعمل ايه هو لاين جروهير المتكون من جروهير المالتي فيتامين اللي بناخد منه اتنين جمز من خلال ان انا بنمصه ومش بتبقى قرص فطبعا وطعمه حلو فبيخليك حريص على انك تاخد الجرعة المزبوطة من مرتين لتلاتة في اليوم هنخسر شعرنا مرة او مرتين في الاسبوع بجروهير شامبون مدعب بالكيراتون والاحماض الامنية والدهنية والالوفيرا والشياباتر بعدها هتسرح شعرك باية اما بالسيروم اما باللوشن لو انت هتحطي بس على اطراف الشعر يبقى استعمل جروهير السيروم لو عايزة كمان تحطيه عشان تعملي دابل افكت على فروة الشعر والشعر بدون ان اي احساس من الاستيكي سنس او احساس ان انا شعري لزق هو جروهير لوشن بتنزلي حمام سباحة كتير بتتعرض الشمس كتير يبقى انت لازم تحط جروهير لوشن قبل ما تنزلي تتعرض لاشعة الشمس لو بتعاني من تسقط شعر فرغات شعر او بداية صلع وراسي او صلع وراسي لازم تستعملي جروهير الفيالز امبولات جروهير مرة الصبح ومرة بالليل بتعمليها زي ما قلتلكم بالويت ابليكيتور دي بتنقطيها على فروة شعرك وبتعملي مساج بسيط لفروة الشعر بتدلك فروة الشعر انت هنا بتعملي تنشيط الدورة الدموية وفي نفس الوقت بتعملي اين لفروة شعرك بتخليها تنتص اكبر عدد ممكن من المواد الفعالة الموجودة في امبولات جروهير زي ايه دكتور المواد الفعالة زي الكافيين والساو بالميتو اللي بتعالج تساقط الشعر وبتعالج فرغات الشعر زي الكرة اللي بيدعم صلابة وقوة وكسفة الشعر زي البيوتين المهم من اطول الشعر زي فيتامين اي و سي و اي المضادة للاكسادة المضادة لاشعة الشمس او الضرر اللي بتسببه اشعة الشمس فيه كمان الالوفيرا السابور والشعر فيه كمان الشي بطر الشي بطر هي زبدة الشي اللي بناك كتير بتجري وتحلم بيها ويجيبها من اماكن مجهولة المصدر وللأسف ولا بتجيب نتيجة ولا بتكمله على المنتجات دي وبتفضل هي هي مشكلة شعر جالك الوقت انك تستعمل منتجات حصلة على ترخيص الوزارة الصحة رقم ترخيص وزارة الصحة موجود على العبوات يعني انت متأكدة 100% ان يبدي منتجات اامنة على فروة شعرك وشعرك هتستعملها جالي على قناتي على اليوتيوب دكتورة سارة المهدي قالولي انا يا دكتور خايفة لما وقف الامبولات او وقف المنتجات يحصل تسوقت اولا طبيعي انتي مش هتوقفي الشامبون طبيعي مش هتوقفي اللوشن لان دا هير كير تمشي عليه LIFE STYLE تمشي عليه مدى الحياة طيب انت دروقتي عليك تتسقط الشعر وخلاص بقى عايزة اتوقفي الامبولات او عايزة اتوقفي ان انتي تستعمليها مرة او مرة في الأسبوع لو وقفت يا دكتور هيحصل حاجة؟ مش هيحصل حاجة طبعا مش هيرجع شعرك التساقط لأن الخاصية دي موجودة للأسف في مادة كيميائية مش موجودة في منتج جروهير طب يا دكتور هل هعاني من تساقط بعدين؟ ما انت لو مشيتي على نفس الباد هير كير بتاعك اللي انت بتهميني في شعرك بتعملي سبغة كتير بتعملي حنات الفرد بتحطي بتستعملي البرتنات اللي فيها الفورمانيل بتعملي كل المشاكل دي أكيد هترجع تعاني من نفس المشكلة يبقى انت لازم تعمل ايه؟ تاخد بالك بقى تغذية تكون سليمة تفضلي ماشى بالمكمل الغذائي جروهير المالتي فيتامين بتاعك الصاب لم انت يبقى في شنطتك متأكد ان انت كل يوم خدتي الجرعة المسموح بيها لجسمك من الأسف بنات كتير بتقول انا اوقف المالتي فيتامين ليه هتوقفين؟ هل انت بتاخد الفيتامينات دي والمعادن والأحماض الدهنية والأحماض الأمانية دي كل يوم في وجبتك أشك لاني أكيد أكيد أنا متأكدة انتوا مش كل يوم هتبقوا بتاكلوا لحمة وسمك وبيض وجرجير وفلفل أخضر وكمان خص وكابوتشة وسبانخ وكوسة وبتنجان ايه؟ تاكل ده هتاكلوه مش هتاكلوه مش هتبقى موجودة في الوجبة دي بس للأسف هي أطعيمة مهمة جدا خضروات والفاكهة مهمة جدا ما تنسوش شرب المياه كتير طب يا دكتور المنتجات دي موجودة في الصدرات موجودة طب أنا حابة ان انا مدورش على المنتجات وده من خلال أرقام الفريق الطب اللي موجودة أمامكم على الشاشة تقدروا تكلموا أي رقم موجود على الشاشة تكلموهم ده الفريق الطب الخاص بدكتورة سارة المهدي تقدروا تكلمهم وتقولوا أي مشكلة شعر بتقابلكو وهنحلها لكم وكمان هتاخدوا المنتجات وتوصلوكو لحد البيت وكمان هنفضل الفريق يتابع معاك بعد شهر واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة لغاية ما توصل للشعر اللي بتحلامي بيه أوه ما احنا كلنا بنقول الكلام ده في الأول بس احنا ما بنشوفش ده لا يا فندم المنتجات جروهير وشركة رويل فارما انترناشنال شغالين بالهم أكتر من خمس أو ست سنين عندنا قصص نجاح كبيرة جدا موجودة على الصفحة تقدروا تخشوا على الانستجرام أكاونت موجود ريفيوهات كل المرضى اللي استعملوا جروهير واحدة أنا لسه قبل ما ادخل على اللايف دلوقتي اسمها زينب زينب دي بعتتلي والله على الواتساب الجملة كده دكتورة صارة أنا بحبك جدا أنا كان عندي مشكلة شعر ومشكلة كبيرة جدا في شعري واستعملت منتجات كتير وكانت حالتي ميقوس منها بس أنا قلت أتكل على الله وأجرب كلام دكتورة صارة المهدي واستعمل المنتجات اللي هي بتتكلم عنها قلت دكتور أنا انبهرت بعد تلاتين يوم المنطقة اللي ما كانش فيها شعر ابتدى ينبت فيها الشعر مكتوب كده ينبت فيها الشعر اداني بوزيتف انرجي والداني طاقة إيجابية إن أنا أكمل على المنتجات واستمر عليها دكتورة أنا ينفع أمشي على المنتجات دي مدى الحياة أم قدرش أقولها لأ طبعا لأنها مواد فعالة ناتشرل يعني طبيعية فمش هتعمل أي مشاكل طيب يا دكتور هو بس البنات اللي بتستعمل جروهير لا أولاد كمان في أولاد كتير معانا على الصفحة كان واحد اسمه أحمد علي أنا حاب أقول اسمه ليه لأنه كان حد يائس جدا كان شعره طويد ونعم وفترة المراهقة جات طبعا هرمونات الزكورة هي اللي بتسبب تسقط الشعر مع صلع وراسي عنده بابا عنده تسقط شعر قال لي يا دكتور أنا خلاص أنا عارف أنا بعد عشر سنين شكله يبقى أعمل إزاي فأنا خلاص بقى أنا هصرف عليه ليه أنا صرفت بما فيه الكفاية وجبت منتجات بما فيه الكفاية ما فيش أي نتيجة وتحصل طول الله إنت صرفت ما فيهاش بقى مشكلة أن انت تمشي على ستة شهر على منتجات ما انت مش هتسيب شعرك وش هتخسله بصابونة ولا يعني مش هترميه ومش هتحلقه انت بتقول إن شعرك حلو الدرجة أنه فعلا بعد صورة الفريق الطبي بيقولون بصو شعري كان عامل إزاي من سنة ودلوقتي بعمل إزاي فعلا اختلاف جزري كان شعره ناعم وطويل وكسيف وفجأة عنده المنطقتين دول بقوا خلين تماما من الشعر الشعر بقى صغير جدا عشان عمل حركة كده غير إهماله للشعر راح قال إيه أنا هشيله بموس عشان يطلع أغزر وأقوى من الأول وطبعا العادة دي غلط جدا انت كده بتقولي البصائلة لو فيك أمل أنا مش عايزاه فبروح شد على طول البصائلة الشعر وشد كمان الشعرية فطبعا دي عادة خطيئة أحمد الحمد لله بعد ثلاث شهور قال يا دكتور أنا شعري ابتدى يطول وشعري ابتدى يحس إنه ابتدى يتملي هل أكمل يا دكتور لغاية 6 شهور أتكمل يا أحمد تفضل أن يكمل على 6 شهور على أمبولات جروهير أحمد استعمل أمبولات جروهير وخد المالتي فيتامين الجامز وكمان كان بيخسل شعره مرتين في الأسبوع في جريهير شامبو هو مبهر من نتيجة وإحنا كمان زدنا ثقة لأن إحنا مش هينفع نطلع نتكلم على منتجات غير لما يكون متجربة مع 100 و1000 و10000 و100000 ومليون لازم يكون كل الفيدباك اللي جات بوزيتيف إيجابية ما بنسمحش بفيدباك 1% خطأ إلا لو حد عنده مشكلة وبيلجأ لي الفريق الطبي وبيقول حصل 1-2-3-4 وبنبتدي ندرس الحالة كلها وبتحصل أنه فيه ممكن مشكلة أنه هو فوت جرعة ما خدهاش استخدم المنتج غلط استخدمه مع المنتج عنده حسنا مجودة على التسريحة دكتور ومش هارميه فقولت أجربه مش هينفع لازم تكون مركز في خطة علاج شعرك خطة علاج مشاكل شعري شامبو جروهير الأمبولات الوضعية لو أنا بعاني من تسقط الشعر جروهير اللوشن اللي هسرح به شعر وهحطه برضو على فروة شعري البنات اللي مش بتحب تحط حاجة على فروة شعرها برضو جروهير موجود منه السيرم عشان البنات اللي مش بتحب تحط حاجة على شعرها جروهير الكونديشنر كمان موجود المالتي فيتامين ومالتي فيتامين هو 60% من علاج الشعر هو المالتي فيتامين لبصائلة الشعر من شعر صحي كثيف طويل يبقى لازم أغذي بصائلة الشعر كويس جدا تحت سطح الجلد هل التو كيسز أو التو بيشن أو الاتنين مرضى اللي أنا قلتهم هم دول بس اللي جربوا جروهير لا فيه ألافات وملايين من اللي جربوا منتجات جروهير وموجودة كل الفيدباك بتاعتهم على أي بوست على صفحة دكتورة سارة مادة على فيسبوك أو على انستجرام أو موجودة على اليوتيوب قناتي على اليوتيوب تقدروا تخشوا وتشوفوا فيتباك كل الناس اللي جربت منتجات جروهير النهاردة كان معانا نيو بيبي جميل اتولد معانا في برنامج جمالك هو للعلاج القشرة طبعا ناس كتير كلمتني أنا مش ناسية أن فيه واحدة كلمتني قالت لي يا دكتور كانت من سهاج وانت يا دكتور أنا عندي مشكلة القشرة ومزمنها وبقالها كتيرة وزهقتني وأنا متضايقة منها وللأسف القشرة بتسبب جفاف وخشونة الشعر الفاجدين الشامبو هو زي ما انتم شايفين شكله مش متدلع زي المنتجات دي لي يا دكتور لأنه هو مستحضر علاجي حاصل على ترخيص وزارة الصحة تحت دواء علاج علاج شامبو علاجي لي يا دكتور علاجي لأن المادة الفعالة اللي فيه اسمها بوفيدون ايو دين المادة دي لها خصائص الأنتي سيبتك يعني الأنتي سيبتك يعني متغخرة للبكتيريا والفطريات اللي موجودة اللي عايشة في فروة شعر اللي عملتلي القشرة مع الميا مع ان انا بحط لوشن يبقى انا شعر كده خلاص انا كده عالكت كل القشرة خلاص انا كده ما عنديش مشاكل طفائليات او بكتيريا في شعري الناس اللي عندها العدوى البكتيرية او طفائلية في شعرها في ناس كتير ممكن يكون بيطلع لها حبوب موجودة في فروة الشعر في ناس سوري عن المصطلح اللي هقولي بس بيقولي يا دكتور انا فروة شعري ممددة بحس ان بتكون حبوب ومن نتيجة انا بتعرض لشمس كتير وانا فروة شعري حساسة لان انا بشريتي حساسة فبتسبب لي حبوب فروة الشعر فانا اعمل ايه يعني اكيد مش احط مراهم الحل الموجود هو الفاجدين الشامبون البوفيدين قاعدين 7.5% حصل على تلخيص وزارة الصحة وهم هو 200 ملي هيكفي معاك والشهر عبوة الفاجدين شامبون هتكفي معاك شهر يعني انت مش محتاج لتجيب منتجات تانية وانا تقعد تجرب فيه منتجات جنبه هتستعمله هو بس طيب احنا بعد ما منستعمل الشامبون لازم نرطب شعرنا فانت هترطب شعرك بايه بجروهير اللوشن بعد ما بتاخد الشعر بالفاجدين لعلاج القشرة الجروهير اللوشن هتحط على اطراف شعرك وتسرح بيه او تسرحي بيه شعرك النهاردة كان عندنا مشاكل كتير للشعر عالجناها بفضل اللاين او مجموعة جروهير المتكملة الحصلة على ترخيص وزارة الصحة مجموعة جروهير موجود فيها مجموعة من المواد الفعالة اللي بتعالج كل مشاكل الشعر زي الالوفيرا الصبار البنسينول الشيابطر الكافيين الساوبالميتو الاحماض الدهنية اوميجا 3 و 6 و 9 الاحماض الامينية زي الستين والليسين والمثيونين والارجينين دكتور انت حافظة المواد الفعالة دي ازاي من حبي في ان انا اعمل سرش عن كل خاصية للمادة الفعالة دي وان انا ابحث فيها اكتر واكتر هو ده اللي حفظني ان المواد الفعالة دي لانا مهتمة انها تكون في منتجات العناية بشعر دكتورة سرى المهدي فانا مبقى كين على ان المنتجات دي او المواد الفعالة دي ادور عليها في المنتج اللي انا بستعمله بتستعمله مجموعة جروهير زي ما قلتلكم الشامبون مرة او مرتين في الاسبوع وما تنسوش المالتي فيتامين لو عايزين المنتجات توصلكوا لغاية البيت وتتواصلوا مع الفريق الطبي الخاص بدكتورة سرى المهدي وتقولوا لهم وتقلهم على مشكلة شعركوا وانحلها لكم امر لا ما تنسوش تتواصلوا على الارقام الموجودة لعشاشة كنت النهاردة مبسوطة ان انا جالي تليفونات كتير انا النهاردة كنت مبسوطة ان في ناس كتير متابعانا على اللايف وقالت لي رأيها في المنتجات ان شاء الله مزيد من النجاح وتفوق في حلقات كتير وهجبلكم مفاجآت اكتر واكتر لعلاج كل ما يخص جمالك شعرك وبشرتك وكل تفصيلة بتهتمي بيها في حياتك هنهتمي بيها هنا في جمالك مع صارة المهدي كنت بمسوطة اشتركوا في حلقة جديدة باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة